ونختم جولتنا في عملية الرأي والمقالات بزاوية النبض للوطن للكاتب أحمد يوسف تاي بأخيرة الصيحة بعنوان احترامي للحرامي يتدر تاي زاوته بأنه لم يكتب عن سرقة شجرة الصندل من داخل المتحف القومي والتحقيق الذي يجري حاليا مع كبار المسؤولين بالمتحف لسبب واحد فقط هو انتظاره عودة حاجبي الدهشة إلى وضعهما الطبيعي وقد طال انتظاره على حد قوله ويرى الطاي أن ذلك يعتبر تحولا كبيرا في عملية الاعتداء على المال العام ويقول في تقديري تلك جرأة وقوة عين لم يصلها نهبة المال العام إلا عبر مراحل طويلة يطمأنوا من خلالها وتأكدوا أن المال العام لا بواكع له وفيما يبدي الكاتب استغرابه أن حادثة شرقة شجرة الصندل طولها 6 أمتار وعمرها أكثر من 50 عاما كانت منذ عام 2014 ولم تثر إلا قبل أسبوع ويرى أن ذلك يحكس جملة من المؤشرات يمكن تلخيصها في أن حرامية المال العام لم يعودوا خائفين ويتساءل من الذي وفر لهم الحماية حتى أنهم لا يخشون عقابا ولا حسابا ويختم أحمد تاي زاويته بأنه يبدو من خلال هذه الحادثة علو سقفة محاط لصوص المال العام في السطو وأنهم أصبحوا أكثر طمعا إلى جانب أن الحادثة كشفت عن انعدام تام للرقابة والتأمين وأكدت أن الحكاية سائمة ترجمة نانسي قنقر